إذا كنت صاحب قناة على اليوتيوب فهذا الفيديو مهم جداً لأن هذا الفيديو رح يأثر بالأرباح اللي تستلمها من اليوتيوب لازم تتخذ إجراء رح نتعلم بهذا الفيديو خلكم معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الله نبدأ بهذا الموضوع لا تنسى تشترك بالقناة تحط لينا لايك على هذا الفيديو تشارك بالتعليق هذا أفضل دعم ممكن تقدمه لنا بالإضافة أنك تشوف الفيديو للآخر الكثير من الناس وصل لهم هذا الإيميل اللي تشوفونه أمامكم أن اليوتيوب رح تاخذ من صناع المحتوى تاكس ولازم تتخذون إجراء وإلا رح يكون في نفس الأقوبات خلونا نقول شنو الإجراء هذا شنو وضع التاكس ليش بيأخذون منه شكتر رح يأخذون منه ومنه اللي رح يتأثر فعليا ومتى رح يتأثر فعليا هذا كله رح نعرفه من خلال هذا الفيديو اللي رح يصير حاليا بأن الدول اللي ما فيها تاكس رح تتأثر من ناحية شي واحد المشاهدات اللي ياية من أمريكا إذا كان عندك مشاهدات ياية من أمريكا فأنت رح تتأثر فقط المشاهدات اللي ياية من أمريكا رح يكون عليها تاكس أوكي كم التاكس هذا؟ التاكس هذا رح يكون من صفر إلى ثلاثين بالمئة من أرباح مشاهدات الناس اللي شافتك من أمريكا فقط لا غير فإذا ما كان عندك مشاهدات من أمريكا أنت ما رح تتأثر ولكن في شرط هنا حاطينا مهم جدا أن أنت لازم تعبي بيانات عندهم بيانات التاكس الخاصة فيك حتى لو ما كنت أمريكي وحتى لو ما عندك مشاهدات من أمريكا لأنك لو ما سويت هذا الشي لو ما دخلت البيانات اللي بألمكم عليها الحين بتاريخ 31.5.2021 رح يبدون ياخذون منك تاكس على كل مشاهدات قناتك كلها بنسبة 24% واللي هي تعتبر نسبة جدا عالية على جميع مشاهداتك ربع فلوسك اللي أنت رح تستلمها من اليوتيوب رح تروح عليك طبعا أنت ما رح ترسل لهم التاكس أو هم رح يخصمونها دايركت وانت ما رح تشوفها بحسابك فراح تشوف أن أرباحك نزلت وما رح تعرف السبب والسبب هو أن أنت ما دخلت بيانات التاكس اللي بألمكم عليها الحين الطريقة جدا سهلة وبسيطة رح تدخل على متصفح سفاري ورح تدخل على موقع جوجل AdSense AdSense هو الموقع اللي أنت تستلم منه أرباحك رح تدخل على موقع AdSense بس تكتب AdSense بجوجل ورح تدخل على ثاني واحد اللي هو Login رح يفتح معاك موقع AdSense إذا أنت ما كنتم تسوي Login رح تحط إيميلك والباسورد وتدخل على إحسابك اللي رح تشوي رح تضغط على الخطوط الثلاثة اللي موجودة فوق وتختار Payments ممكن بالصفحة الأولى يكون عندك اندار لونه أحمر اللي هو هذا هو Action Required هني مكتوب Manage Tax Info إذا طلع لك هذا خلاص أضغط Direct هني على Manage Tax Info إذا ما طلع لك هذا الشي رح تدخل على Manage Settings وبعدها رح تنزل للأسفل مكتوب United States Tax Info تضغط هني على علامة القلم Manage Tax Info رح يدخل لك على هذه الصفحة واللي تنبهك أنه أنت حاليا مو مسجل بياناتك للتاكس فأضغط هني على Add Tax Info رح يدخل لك على الصفحة ثانية يطلب منك الإيميل والباسورد بعدها رح يدخل لك على الصفحة هذه يقول لك هل هذا حسابك؟ اسمك أنت؟ أنا شفته نعم هذا حسابي هل أنت حساب شخصي ولا حساب شركة حساب تجاري؟ فرح تقول لأول واحدة Individual حساب شخصي إذا كنت تجاري تختار ثاني واحد نروح Next طبعا التجاري المقصد فيه أنه مو مسجل باسم شخص واحد مسجل باسم الشركة بعد ما نختار الأول يهي يهي لك السؤال الثاني السؤال الثاني هل أنت مواطن أو مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية؟ رح أقول لأ No Next يهي لك هني في تصنيفين التصنيف الأول حق الـ Individual اللي احنا اخترناه اللي هو مو تجاري حسابي مو تجاري حسابي شخصي رح اختار أول واحد إذا كان حسابك تجاري رح تختار ثاني واحد Start بعدين يهي لك هني رح تلاقي فوق Name الإسم إذا ما كان مكتوب أنت كتبه إذا كان مكتوب غلط أنت عدله إذا كان اسمك ممطابق للإسم اللي موجود في جوازك خل الاسم مطابق للإسم اللي موجود في جوازك بالكامل خلاص هني تتركه تروح للي بعده ثاني واحدة ما رح تحتاج أنك تسوي فيها شيء نهائيا ما تحتاج أنك تعبيها ثالث واحدة هني الدولة تختار الدولة اللي أنت فيها الآن هني رح أختار Wait بعدين تنزل تحت Foreign TIN و USITIN or Social Security Number SSN هذين الأثنين إذا دولتك ما كانوا يعترفون فيها مو حاطينها ما عندك هالبيانات لا تسجلهم أساساً هو مكتوب optional اختياري مو إجباري أنك تسجلها فأنا عندي بدولتي ما نستخدم هذه الأرقام ما نعرفها فما حتاج أني أحض شيء Next رح يقول لك أدخل عنوانك بالكامل هني رح تحتاج أنك تدخل عنوان بعدها رح تنزل هني رح تلقى علامة صح رح يقول لك الميليك أدرس وهو نفس العنوان اللي أنت ساكن فيه إذا كان عندك صندوق بريد يتعرف بياناته بالدولة اللي أنت فيها اكتبه بالأسفل إذا ما كان عندك يحط علامة الصح هنا معنات أن العنوانين اللي فوق هما نفس العنوان مطابق بعدها تضغط على Next بعدها إذا كانت دولتك عندها تاكس فرح تختار Yes إذا ديرتك ما فيها تاكس رح تختار No إذا اخترت Yes حاطيلك هني بعلامة تعجب تختار More About Income Types and Rates لأن هني رح تحتاج أنك تطلع الرقم الخاص بالاتفاقية اللي صايرة بين دولتك والولايات المتحدة أنا عندي بدولتي ما فيه تاكس فرح أختار No واروح على Next حتى لو دولتك كان فيها تاكس إذا دخلت على الموقع ابحث عن دولتك وشوف هل عندها اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية اكتب بس اسم الدولة بالبحث وشوف بالصفحة موجود ولا إذا مو موجود خلاص اضغط على No ما يحتاج تضغط Yes وترجع مرة ثانية تروح Next رح يعطيك هذا الخيار وهو سوى لك هنا Forma Forma هذه البيانات اللي أنت دخلتها ولكن بالطريقة اللي يبونها للتاكس الأمريكي عشان يسجلونها بالحكومة الأمريكية بعدها I confirm هنا أنا أؤكد أنها بيانات اللي دخلتها صحيحة Next رح يقول لك هنا مكان التوقيع اكتب اسمك الكامل المطابق للجواز بعدين يسألك هل أنت الشخص صاحب الحساب اللي قاعد تسجل البيانات ولا أنت شخص ثاني فأقول لي Yes أنا صاحب الحساب اللي قاعد تسجل البيانات هذه Next بعدين يقول لك هل أنت تقدم خدمات داخل أمريكا تبيع عندك منتجات عندك تجارة عندك أي تعاملات مع أمريكا أنا ما عندي No بعدها رح أروح هنا تحت وحط علامة الصح بعدها هنا رح يسألك بالأسفل هل أنت أول مرة تستلم فلوس أرباح يعني استلمت فلوس أرباح من قبل ولا ما استلمت إذا استلمت رح تقول لها ثاني وحدة إذا ما استلمت رح تختار أول وحدة إذا كنت توق مشوي الأحساب وطلبوا منك هالبيانات رح تختار أول وحدة إذا كنت أنت مستلم أرباح من قبل وحسابك قديم تختار ثاني وحدة وبعدها تحط علامة الصح أنا أكد على البيانات اللي موجودة هني الصحيحة وبعدها هني طالب منك شغلة وحدة يقول لك إذا أنت من تاريخ واحد واحد 2020 لليوم غيرت شي بحسابك غيرت الشكل غيرت اسم حسابك غيرت الشكل بشكل كامل يعني في تغييرات كبيرة صارت بقناتك كانت شي معين وصارت شي آخر أذا في تغييرات تكتبها هني تحت أذا ما في تغييرات ما تحتاج تكتب شي حتى لو كان في تغييرات مو شرط أنك تكتبها لأنه محطوط Optional هذا اختياري أضغط على سب مت رح يدخلك على هذه الصفحة ورح تلاحظ أن على طول أطاني Approved وافقوا على الطلب مالي أدخلت البيانات الخاصة بالتاكس وما رح يأخذون مني 24% على كل الأرباح اللياية بالقناة ولكن رح يأخذون مني من 0% إلى 30% على المشاهدات اللياية من أمريكا فقط وبجذي نكون خلصنا هذا الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة تحط لنا لايك على هذا الفيديو إذا تعرف أي أحد عند قناة باليوتيوب ضروري يسوي هذه الخطوات عشان لا تنقص أرباحه بدون سبب واضح بالنسبة له وكان هذا موضوعنا لهذا اليوم وإذا كنت أنت مهتم بالمواضيع الخاصة باليوتيوب شون نطور قناتك في عندنا قائمة تشغيل خاصة بالفيديوهات المتعلقة فقط باليوتيوب تقدر تشوفهم وأيضا رح حط لكم روابطهم بالأسفل بالوصف نوصل للختام ولا تنسى تعلق وتحط لنا لايك على هذا الفيديو وكان معاكم سيد محمد الهاشمي مع سلام